مشكلة الحزام الناري اللي بتصيب احيانا بعض الاشخاص ولها طبعا آلم رهيب بتسببه وفي ناس كتير يعني تم اصابتها بهذا المرض ويعرفه مقدار الالم الرهيب اللي المريض بيشعر به اذا لم يتم علاجه بشكل صحيح هنحاول نكلم على اسرع الطرق المتابعة لعلاج الحزام الناري قبل ما نتعرف على هذه الطرق لازم نعرف ان مشكلة الحزام الناري هو مرض آآ للأسف لا يتم الشفاء منه لانه مرض آآ فيروسي الفيروس المسبب ليه بيصيب الانسان وبيظل كامن داخل الجسم وبينشط هذا الفيروس في اوقات معينة آآ طبعا يعني اوقات بتكون غير معلومة وهذه الاوقات آآ بتحدث في الغالب آآ في فترات انخفاض كفاءة الجهاز آآ المناعي آآ جامعة طرق العلاج اللي تم تواصل لها آآ هي مجرد انها بتعمل على التخفيف من الاعراض المرافقة للحزام الناري لان طبعا الاصابة باعراض الحزام الناري ممكن تستمر لفترة طويلة فممكن الشخص يعني يظل يعاني من اعراض الحزام الناري لفترة طويلة ممكن تصل الى خمس سابيع ممكن بعض الاشخاص آآ يعني يصل الامر معهم الى اسبوعين في حال اتبعوا اسرع طرق للتغلب على مضاعفات الحزام الناري طيب لما ننتقل الى موضوع اسرع طريقة ممكن بها التغلب على آآ علاج الحزام الناري او التغلب على مضاعفات الحزام الناري هنجد ان من هذه الطرق استخدام مضادات الفيروسات مضادات الفيروسات آآ ادوية بتعمل على تقصير مدة اصابة بالحزام الناري كمان بتعملها تخفيف من شدة الاعراض وبتساعد على شفاء الجلد بسرعة وبتقلل من خطر الاصابة ببعض المضاعفات زي ما قلنا السبب في الحزام الناري هو فيروس اللي هو فيروس الهيربس آآ او فيروس الجديري المائي او الجدري المائي كل هذه المسميات هي مسمة لي آآ مشكلة او مرض الحزام الناري آآ من هذه الادوية آآ اشعر الدواء اللي هو الاسايكولوفير ده نوع من انواع مضادات الفيروسات بتعمل على علاج الحزام الناري او بتستخدم في علاج الحزام الناري بيتم استخدامه عن طريق الفم لمدة سبع ايام او عن طريق آآ الحقن الوريدي في حال كانت الاعراض شديدة آآ ويعني الطبيب رأى ان استخدام الحبوب مش هيحقق الهدف المرجو منه او كان المريض غير قادر على ابتلاع الحبوب النوع الثاني من مضادات الفيروسات هو الفالاسايكولوفير آآ وده جيل احدث هو مضاد فيروسي ايضا ولكن بيتم استخدام العلاج الحزام الناري لمدة حوالي سبع ايام عن طريق الفم بيعتبر الفالاسايكولوفير فعالية واقوى من الاسايكولوفير في التخفيف من شدة الالم المرافق للحزام الناري والتقليل من مدة الاصابة بالالم العصبي التالي لمرض الهيربس او الحزام الناري النوع الثالث من مضادات الفيروسات هو الفاماسايكولوفير وده دواء اخر من الادواء المضادة للفيروسات بيمكن استخدامه كاسرع طريقة لعلاج الحزام الناري ايضا نستخدم لمدة سبع ايام عن طريق الفم طيب دي اشهر الادوية الفيروسية المضادة للفيروسات وللعلم ان هذه الادوية اه يعني بتساعد على اه تقليل اه فرصة انتشار الفيروس او اخماد الفيروس ولا تساعد على التخلص من الفيروس بشكل انهائي من الجسم وانما بتساعد الجهاز المناع للجسم على ان هو يقدر يساعد على الفيروس ويقدر يقضى عليه بشكل اسرع ولا يختفي الفيروس تماما من الجسم ولكن يظل متواجد وممكن ينشط فيه فترة لاحقة مرة اخرى طيب فيه بعض الادوية الاخرى اللي بتستخدم لعلاج الحزام الناري من هذه الادوية المساعدة مسكنات الالم بيتم استخدام بعض مسكنات الالم للسيطرة على الالم المرافق للحزام الناري او لتقليل شدة الالم لان زي ما قلنا في البداية ان اه الم الحزام الناري الم يعني رهيب جدا فيه بعض الاشخاص لان للأسف هذا الفيروس بيصيب عقد عصبية في الجسم اه فبعض الاشخاص طبعا بيصل بهم الامر الى ان هم ما ممكن يعدوا ايام وليالي متتالية لا يستطيع المريض النوم من شدة الالم اه من المسكنات الممكن يتم اللجوء لها الباراستامول او الاي بروفين اه ممكن ايضا النوع التاني اللجوء لبعض انواع مضادات الاكتئاب في بعض الحالات ممكن يتم اه استخدام اه مضادات الاكتئاب والسبب في استخدامها هي قدرتها على تسكين الم العصاب لما بتظهر الاعراض ولمنع الاصابة بالالم العصبي التالي للهيربز او للجدري المائي او لمرض الحزام الناري النوع التالت بوعد ادوية ايضا التهاب العصاب زي مادة الجابابنتين او الجابابنتين دي بتستخدم في تخفيف من الالم العصاب المرافق للحزام الناري من الادوية ايضا اللي بيتم استخدامها الكورتيكوستيوريدات بعض انواع هذه المواد المضادة للتهاب يتم استخدامها ممكن بعض انواع الحؤان زي المادة البريدينيزون بتستخدم لفترة قصيرة ممكن ايضا تساعد في تخفيف من اعراض الحزام الناري ايضا ممكن استخدام المخدرات الموضعية المخدرات الموضعية بتعتبر احد الادوية المستخدمة لعلاج حزام الناري زي مخدر الليدو كاين ممكن استخدامهم موضعيا على شكل كريم او جيل او بخاخ او على شكل لزقه بيتم وضعها على المناطق المصابة بالطفح الجلدي طيب بعض النصائح اه المهمة للاشخاص اللي بيصابوا بالحزام الناري اه في بعض يعني النصائح المهمة جدا لو التزم بها المريض او الشخص اللي هو هتم تشخيصه على انه هو اصيب بحزام ناري اه هتساعد في التقليل من فترة الاصابة باعراض الحزام الناري من هذه النصائح اه لو المريض يفضل انه ياخد دايما حمام بارد والحرص على تكفيف الجسم جيدا بعد الانتاء من الاستحمام لان طبعا يفضل اثناء زهور الطفح الجلدي اه لمرض الحزام الناري ان هذا الطفح المريض يعزل نفسه عن المية تماما لكن في بعض الحالات لو كان لابد انه يتعرض للمية او انه يستحمى فلازم بماء بارد ولازم ينشف الجلد فورا ايضا تطبيق كمدات باردة ورطب على المناطق المصابة بالطفح الجلدي ممكن ايضا تطبيق كريمات بتحتوي على اه مركب اه مركب الكابسيسين اه ده بيحتوي على خصائص مضادة للتاب الساعة في تخفيف الالم مهم ايضا استخدام اه تجنب عفوا استخدام منتجات العناب البشرة او المستحضرات التجميلية او المنتجات بتحتها لك حلة او عطور تجنبها تماما اه ومهم جدا الحرص على تناول غزاء صحي ومتوازن غني بالفيتامينات زي الفواكه والخضروات لان ده بتعزز من قوضة الجهاز المناعي على محاربة الفيروس ايضا يفضل تجنب استهلاك العطامة والمشروبات الغنية بالسكر او بمركب الارجينين اه او الدونة المشبعة او الكربوهيدرات المعالجة دي كان اهم المعلومات عن اسرع الطرق المستخدمة لعلاج الحزام الناري في النهاية بنتمنى السلام للجميع نلتقي باذن الله في في فيديو جديد وموضوع جديد